في حال أكثر من دائرة انتخابية اليوم الدراسي الذي نشطته اللجنة المكلفة بصياغة القانون العضوي للانتخابات جاء لتسليط الضوء على بعض نقاط الضل في المشروع الذي بلغت مواده 313 مادة أهمها القائمة المفتوحة والمناصفة بين الرجل والمرأة في القائمة المرشحة وتقلص عدد أعضاء السلطة الوطنية المستقلة من 50 إلى 20 عضوان نهيك عن الجدل بخصوص شرط حجازة الأحزاب السياسية لنسبة أربع بالبيئة خلال الاستحقاقات الماضية للمشاركة في الانتخابات المقبلة لكن تبقى هذه النقطة محل إطراء ومناقشة من قبل الطبقة السياسية الربعة في المئة أولا هو إث كان موجود اللجنة لم تضيفه فهو مفتوح للنقاش وحتى الأحزاب السياسية وكل فاعلين هناك آراء مختلفة حول الاحتفاظ به أو إزالته هناك أحزاب ربما تتمسك به وهناك أحزاب أخرى جديدة تطلب إزالة لكن الأحزاب الجديدة معفية من هذا الشرط لازم أن تكون الأمور واضحة ويبقى النقاش مفتوحة اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون العضوية للانتخابات بدأت عملها في التاسع عشر سبتمبر الماضي وهي في انتظار استلام مقترحات الطبقة السياسية والمجتمع المدني والتي لم تتجاوز لحد الآن ردود حزبين سياسيين وعدد قليل من الجمعيات اقتراح الحد الآن لم يكن بزاق كانت تكلم رئيس اللجنة كان اقتراحين من الأحزاب وكانت نظر خمس اقتراحات من المجتمع المدني ولكن طالما ما اكتملت المدة كانت بزاق الأحزاب اللي اعلنوا بأنهم بصدد تحضير اقتراحاتهم الوتيقة النهائية لمشروع قانون العضوية للانتخابات تمر عبر مراحل لتصير جاهزة بعد تسلمها من طرف رئيس الجمهورية وعرضها حسب المختصين على المؤسسات المكلفة لتصبح وتيقة جاهزة للتطبيق